خبر بقى يعني اعتقد ان هذا الخبر مهم جدا وتقدر تقول عليه نقلة طبية في عالم الروبوتات فيه في الصين ابتكروا روبوت جديد هو دلوقتي تحت فكرة التطوير زي بيقوله هذا الروبوت مكون من مادة السيليكون والمغناطيس الروبوت ده بيدخل زي ما حضركم شايفين في الصورة يعني حاجة عظيمة يعني الروبوت ده بيدخل داخل جسم الانسان استخداماته ايه؟ انه ده هيكون اكثر دقة في العمليات الجراحية لقدر الله طفل صغير بلع حاجة صلبة فالروبوت ده بيدخل جوه بطنه بيتحرك عن طريق توجيه عن بعد وبيلم الحاجة الصلبة دي او بيعالج المشكلة ممكن يستخدم فيه جراحات الجهاز الهضمي الدقيقة اللي ممكن حتى لو احنا دخلنا بروبوت بزراعة معينة هي نسبة الدقة دلوقتي عالية لكن ده كزي ما حضركم شايفين اكثر دقة يعني فيه كائن حي دلوقتي ممكن يدخل جوه الانسان لكن هو مش كائن حي انا اسف كائن آلي يقدر يدخل داخل جسم الانسان ويوجه عن بعد ممكن انا اعتقد انه ده هيبقى له 1000 استخدام في المستقبل حتى بطاريات بتاعة القلب ده ممكن يغير بطارية يعني اكيد هما دلوقتي قاعدين بيفكروا او بيطوروا المسألة وبيشوفوا هتوصل لحد فين لكن دي مثلا الخريطة اللي حضركم شايفينها بتبين الاماكن اللي في الجسم اللي بيوصلها هذا الروبوت الجراحي وهو حاجة يعني فريدة من نوحها لكن انا عاوز اقول لحضركم انه هذا الروبوت حتى الان في طور التجريب في مراحل وشبه نهائية دلوقتي اذا نجح اعتقد ان ده ثورة كبيرة في عالم جراحات الجهاز الهضمي تحديدا وجراحات كتير دقيقة ما كنتش تقدر توصل لها او لاماكن بالطرق التقليدية وطبعا يعني اي ابتكار علمي او اختراع بيفيد البشرية دي حاجة يعني كلنا بنكون في انتظارها اشتركوا في القناة